السلام عليكم استبيئين ديالي كديري لبس عليكم ومركم زيان تمنا تكونوا بي خير وعلى خير وفي ظروف جيدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد جوج ديال شلادة سخان السيدنا رمضاني ان شاء الله يارب يدخلوا عينا بصحة والسلامة شلادة تشكتوكا او تكتوكا بالفلافيل وزعلوك تاني الدنجال بالفلافيل تاني كي يبقى مدة طويلة ان شاء الله اللي شهر رمضان باش مضربوش تمارة تخبيوها في تلاجة وتهنقوش بدو تحطو تسخنو يعني ك تشدوها كتديروها في اللي ساك ديال الكونجيلاتور وكتديرو في الكونجيلاتور كل عشية اللي تبغوا تديرو المشاوي ولا تحطوها هكاية تصيبوها تابعوني اول حاجة الفلافيل غاليين كتدير كاتوغط قريبا خديت هنا الفلفلة خديت البصلات تومة ماطيشة دنجال غدا نبدأ بالدنجال اول اول خديت واحد دنجالات كانوا عندي فتلاجة جوج فلفلات خمرين جوج خضرين اه صافية واحدة الراس ديال وطلالة الماطيشة وراس ديال تومة هاكوة كان بغين دير لكي اعطي اي ذكي البنا كان نحيدو من بعد كان دير شوية منو سافي وغدا اندير شوية زيت غدا اندهنو بغايتوا تشوفو في البوطة شوو في البوطة ماكيش المشكل ولكي الفران بسهلو عليكم الامور انا المستبيعي الكرام ديال ايمين كان نجبيكم الحاجة ليس اهلا يعني المره ماكدر شوية تاميرا دخل الفران ونرجع معكم رجع الفلافيل شوفو ما قتلوحوش تش حاجة من فلفلات فلفلات ديرا كاتوغط ملياد ريال سافي شوفو ذكي رويس طوو كأنحيدو كنن يتحن فيها اللي ما عندوش كيشد الفلافيل كلها وكيرقها صغيرة وبصرحة والله العالي العديم اللي كنديرها كل عام وتفص الصيف كنديرها كتهنيني فين ما كتكون عندها كدير قدبان ولا حوت ولا اي حاجة كنجبدها كتكون عدي موجودة كتعمروا بها البيتزا كتعمروا بها الخبيزات كتجي كديروا بها البيض وماطيشها ولكفتا كتجي بزاف بزاف الطرق يسمحوا ليه مزربة الفيديو كنزرب لكم في الهضراء باش كل شي تفرج ما نديرش الفيديو تقيل تاني فلفلة خضراء وفلفلة حمرة ديروا اللي بغيت وتصفراء كانت عندكم تقع الفلافيل انا هادي اللي لقيتها موجودة في السوق جبتها صافي وكان دير واحد ضوراء ضوراء خفيفة طريفة مشي تطحنوها بزاف تكت ولي ما يعني عير شوية تكت ولي بحلي مقطعة بالموس انتو ما غادي انتشوفو انتو ما كتبقى تبقى تبقى الفلافيل الفلافيل اللي عندكم ديروها شوفو اللي شاط منها ما بقدتش حاجة عيز الرعاد وكرويسة هكا يا صافي انتو ما هالفلفلة انا كتخرج ما شاء الله ديرت واحد الكيلو دي البصلة وراس ديالتو ما غسلتهم مزيان وغادا نطحنوا متاهو ما كذلك عندكم هاد مولي ناكس طحنو ما عندكم شتاني كتقطعوا بيديكم تاني طريفة صغيرة ورين بحال بحال يعني انا كنضرب لهاك ونضرب لهاك اللي عندكم اللي ما عندوش المهم كتطحنوها عير شوية تاية بحل بحل شكل ديال الفلافيل كتزيدوها الفوق تاية كذلك هكا يا دير رنجاني هاد البريز ما كنخدمو ما عندناش شوى هادية الكوزينة ماطيشة شوفو اللي لقيتو ماطيشة طريا من احسن هنجي هادية ماطيشة شوية قاسحة غندير منها عير جوجي حبت ما غاداش ندير منها بزف صافي وغادا نكمل بهذاك الماطيشة ديال الحك تاية طحنتها مشيت الحك دي هادية ببولي اللي مقطعة لعندكم ماطيشة الاخر هادية طيبة شوية ديروا منها ديروا منها تقريبين كيلو صافي هاديرة شوية كتبقاها اسمحوا لي وحلات ليا كتطحنوها تاية يا صافي كتجي واحد تكتوكا او تشكتوكا كتجي غزالة كل واحد يقول لها او شلادة بردة كتجي غزالة شلادة الفلافيل القصبر ومعد النوس ما شاء الله دليا ما تدير طبسوق ها هو اللي كان غزالة تاني هنا كان لك تناخد قبط قبطها دي القصبر ومعد النوس تاهم ما يغن قطعوا ما كايع لو ديت الماكينة وانطحنهم تا مندوزهم فلا ما شي انتا ما يشوفو اه كيتطحنو باش كي كي يكون شيم طحون قطرسوز قطعوا بيدياتكم قطعوا علش الله كاز زيت البلدية عامر ما ديروز زيت الاخرى عايز زيت البلدية من عادة اللي ما عندوش لا يحصل العوان يدير الاخرى الملحة الحسب الضوغ حيثنا دير هنا كونتي دي كتيرا معلقة كبيرة ديالت حميرة هدي فيها ثلاثة الحويج معلقة كبيرة ديالت حميرة نسمع القديل السوداني اللي يقول الحار والكامون صافي تحميرة سودانية الكامون فقط يعني ونخلطو ونحطوها فوق البوتر كتاخد س ساعة ديال الطيام يعني ساعة باش يالله كتتقادوا كتشرم او رجعوا لدنجال ديالنا مليخ حجم الفران هانتم هيا الفلافيل ودنجال وماطيشا كل شي وشدت هنا يا طاجين ولا مقلا هديك التومة روحها كتحرقها كتجي غزالة كتعجبني كتعطي واحد لما تقز بيون قطع تطريفها تصغير ورين خديس ماطيشا تيك نحيد له هديك جلفة ديالة كتحيد بسهول احسن من تبقوا تشوفها ثاني كتقطع وها ثاني طريفة تصغير ورين هكيا رحكت تحطو عليها الموس كتدو برحي طيبة ديجة صافي تلقات في الفران والفلافيل ثاني كدلك رحكت تحطي ديك ديك جلفة الفر الفقانية كتحيد رهيفة شوفو ولا شوفو فلفر الفق البوطة كما حبيتو لكم الاختيار انا كنعطيكم هادي وهادي الفلفلة ثاني كتشدو كتقطعوها ثانية بالموساكرة كما قلت لكم رحها طيبة هاد التكتوكة او لها الدنجال هدا زعلوك ما كي اخرش الوقت شوفوا الدنجال كي كي تمشي مع هادي كاجلفة ديالو حدي ديجة طيب عفتي كتحط علي الموس كتدو يعني كتتاخد عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة ها وطيب نازلو كرا والله العديمي للدار مكسورة بهاد المشاوي اللي شويت في الفران وتكتوك اللي كتطيب صافي كنبقوا نخلطو من حد ديك نخلطو هي كتلق داك المديال ها قد لكم خاصكم ساعة فوق البوطة شديد ثلاثة ريوزي لتوما وشوية ديكز برمعد النوس على حساب مقادير اللي عندكم حيث انا مدرت بزاف فعد زعلوكم بصراحة كنبقيها اي لانك ناكلو اي لان ايام ثوم اه قصبرو مع دلنوس اه صافي وكتديرو زيت البلدية تاني كتعطي واحد لما داقز بيون اه كاس صغير انا را عيني ميزاني كان عبر ولكن ديرو كالحسن للكومتيت ديالكم المقادر ديال هاد اللي عاطيكم هنا شوية الملحة تاني كذلك الملحة والتحميرا والسودانية اه والكامون فقط اللي كي يكون حارة مش يحارة بزاف والكامون كتقوم من الكامون صافي ونحركها ونحطها فوق البوطة حداختها الطيب تاني يعني كتطيبو بجوجهم في دقة واحدة باش ما تبقوش واقفين كنهار طيبو حاجة وانتو ما كتخلطو وهي كتطلق في داك الماديالها صراحة وديك الريحة غزالة ديال الكامون طالعة ودي الفلافيل اما هادي ديال الدنجال غزالة 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 كتعجبني ديال النكهة من ديال المشاوي ديال ديال الدنجال والفلفلف والفران والثومة كتجي روعة تاني شوفو را ما بغيش نطول عليكم الفيديو راكم مرة مرة كتحركوا متوقفوش بتحرك يعني هاي يداسة واحد لخمسة شرى دقيقة بدا داك زعلو كتب لينا وكتقلبو ديكل مع القديل العود وكتبقو تتوركو هكاية والفلافيل رها باقي كتطيب باقي خاصها شوفوها وازعلك ووجد لينا شوفو يعني هانطفع لي صافي نشوف من الماديالو صافي غانطفع لي وارجع الفلافيل شوفو انتو ما كتحركو هي طالعة بدك المارا كتجي غزالة والله العديم كتديرو بيا البيتزا تعمرو بيا الخبيزات تديرو بيا اي حاجة والله العديم رشقت لكم جبدو بيكتديروا فق منها البايدة كتجي غزالة هنا من اللي طابت لنا كنزيد واحد نسكويز زيت البلدية كتعطي واحد المادة الغزال ومتفع ليه وخلي متي بردو من اللي بردو لنا كتتاخدوا لي ساكة ديال الكنجيلاتور ديال الكلاجة او ديال الفريغو سافي وكتعمرو المقهى ديالكم ودير ويداتكم ديال الطبلة ديالكم اللي غا تحطو مليك في الفطور ولا بغا تعمرو بيش حاجة انا درت هنا واحد الهدي مع القا صغيرة وراء ونص صافي وكتقرصوها بحالة تشكلاكي وكتديروهم في الكنجيلاتور والله اللي طالعلي عاديمي لا في الصيف ولا في الخريف ولا في الرمضان ولا من غير الرمضان كي تدي وقت طويل وكي ينفعوكم بتبدو مثل اخير لقطة ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو ونتمنى نحصل على اكبر لايك 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 ان شاء الله يا عربي والبغطاج وعواشر مبروكة وانا اي كان شارك معاكم اللي كان دير جي حاجة كتعجبني كان بغي نفيد البنيات المبتدئات والوليدات وبتحنا علش لانتم ما كتخرج كون تيت كتير ما شاء الله انا مشي عفطاجين اه ركتخرج بزاف وانتمنى لكم اواشر مبروكة وهاد شي اللي بغيت نقول لكم ما كان سخش بكم دائما نشك فيديو ما اللي كان بغي نديرو وكان بغي سالي ما كان سخش بكم وتنقول لكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله مع السلامة